ما فيش أي مسكن بيعمل أي حاجة يا دكتور يا حاجة هودا إحنا وصلنا لمرحلة صعبة أوك ولازم نعمل عملية اليوم ندور علشان ما ندخلش في مرحلة الخطر ونقدر نعالج وإلا أنا حاولت كتير أولا يا دكتور أجمع تمن العملية منفعش مش لقي يا دكتور ما هو للأسف لازم نعمل العملية ضروري حتى لو اضطرنا إن احنا نستلف ححاول يا دكتور ححاول بس أستلف أي حاجة أنا أنا عندي مسكن كويس أنا إن شاء الله يجيبنا كينا حاجيبه لحضرتك كبر ألف خيري ربنا يبرك لك يا رب العصر ربنا أديك الصح يا رب آه آآ، آآ، آآ آآ آآيا هذا النوت أيوة يا أمي أنت عاملة إيه؟ أنا أنا بخير يا حبيبت والحمد لله زي الفل ما لصوتك؟ أنت كويسة صح؟ تتلو أنا متطمنة عليك أنا كويسة يا دناي بقول لك يا هند ما تعرفيش تتصرفي عشر عشر تلف جنيه سلف نفيسة تعبانة وهتعمل عملية آه طب ما تعرفيش تقولي يعني اللي قبل نفيسة تستنى لحد أول الشهر الجاي وأنا يعني عايز أجبر بخطرة وأدفع لها المبلغ وسلف يا حبيبتي سلف طيب خلاص لا 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 إن شاء الله هعرف أتصرف أنا قويسة لا باكل قويس وبنام قويس الحمد لله طيب أنا في المعهد يعني هخلص كده وأكلم بيرضي على التليفونه على طول عبيبتي ربنا يخليك ليه يا ربي والله طول النار بده لك يا قلبي ربنا يحميك يا رب وينجح ما قصدك يا حبيبتي مع السلامة يا قلبي مع السلامة اتفضل يا حاجة هدى ده مسكن إن شاء الله حيجيب نتيجة كويسة بإذن الله كتبك خيرك يا دكتور كتبك في الموعيد وكل شيء فضل كتبك خيرك ربنا يديك الصحة يا رب يبارك فيك يا رب العالمين هيا فيه ايه؟ نفيش حاجة هيا حوار المرتب اللي 3-4 تخاصم ده شكل كده الكتب اللي كدبتها تطلع على دماغي أنا أمي مش محتاجة فلوس لنفسها لأ دي محتاجة فلوس لقبل نفسها بس نعمل ايه طيب؟ أنا أمي فاكرة أنا تحت القبا شيخي قادم أنا قلتلك إن الكتب آخرته وحشة هعمل ايه؟ عايزنا أكلمها في التليفون أقولها أيها ماما أنا مدخلتش المعهل والمكتب اللي أنا شغاله في الشركة فيه حوض موعين هتقولي يرجعي إيه اللي ما عاده؟ لا لا إن شاء الله مش هترجع على حاجة هنفضل هنا ونحقق أحلمنا وهنوصل لكل اللي إحنا عايزينه المهم يعني خلينا نشوف هنتصرف حر لتلوس بتاعتك دي ازاي؟ هنتصرف ازاي؟ ايه هنتصرف دي؟ ايه هنتصرف؟ انتش هتصرف معي أنا هتصرف فيه ايه يا بنتي؟ فيه ايه هو لازم دبش؟ هو انت لو مرميتيش دبش هيقوله لو مرميتش دبش اهي؟ فيه ايه؟ كولي لا مش وكل مش هاكل تعالين بتتعمل عادي كأنك مش عامل حاجة؟ انت لزايك يسكت خالص أنا عملتش حاجة اصلا ما تحذريش معايا هنت بجد والله؟ اه 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 ما تحذريش عملت ايه؟ انا مش فاهم انا يعني لا اصلا قامت وصامت معايا وكركر ومرمر وفشرتك عيمة قوي معايا هكذا لا ثانية واحدة ثانية واحدة لا انا ممكن اقول اي كلمتين شوها بعضة عادي على فكرة انا ممكن اقول مثلا فلان وعلان واقول اه ازيد وعبيد اه ده ما انا وبهزرش ما بهزرش طب فيه ايه بس مين؟ انا كنت واقف مع مين؟ مش فاكرة يعني كنت معدية كده بالصدفة و شفتك كنت واقف مع حد تقريبا كانت اروى او حاجة ما خدش بالي اروى مين؟ انا ما عرفش حد اسمه اروح لو والله كنت بحلم كنت نايمة وبحلم اه وبيتغطي كويس انا ما بهزرش طيب بصي انا هكلمك بجد والله هي دي فرصة فرصة حلوة قوية هند اصلها جاي بالي فيلم ابوها ينتج لها فيلم وعايزاني ابقى البطن بتاعها ايه رأيك؟ تمام؟ هي فرصة تستحق انك تفكر بس انا قررت ان اقول لها ان انا مش هشتغل ومش همضي غير انا وهند مع بعض هتقول لها انا وهند مع بعض؟ هنشتغل سوا انش احنا كميتنا حلوة مش بيقولوا كده؟ هتقول مع بعض يعني؟ طيب ايه تاني لا ادي اروه شكلنا هنمضي فعلا بجد نسترنا احنا ظلمناها ميزا مالك فيه انتي كويسة؟ بابا تقبض عليه ونش عارف عامل ايه طيب طيب انا هجيلي بسرعة طيب لا 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 ما استفت سكة على طول طيب يلا باي باي انا لازم اتحرك استني بس استني معلش معلش بعدين انتطار اشترك في بقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و 99 قرش وبقات سنوية بتبدأ من 150 جنيه بادئة اشتركوا في القناة